موسيقى موسيقى هو مغني موسيقى بتتفكر لحظات اذي مهدي بأسير 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 حاجات يقعدوا جرافي في مخي وفي ذكرتي وفي ذكرت كل تونس يخطر بالحق يعني مش حاجة شخصية بالنسبة لي أنا مشاهد كيمهكا وعلم تونس في في فينال ذي فيس بالحق وتتويج لتواسل كله ولتوا الناس فرحانين ويقفوا فيها في الشارع وفخورين بالإنجاز هذك أكثر منه يعني فرحانين يعني لو ممتاحهم ينقص كيتذكروا كل الفرحة هذيك كيتفكروا الفرحة هذيك وانتي على السيان ووقتها وفي لحظة الإعلان بينكو بيروحوا كلتانا باش نربح هنا نهزوا اللقب ماهدي والله وقتها ماكنش الحقيقة حاط باش نربح الحقيقة خطر بالحق ديما اللي رو نحسبوها ونحسبوها ماس متاع قاعدة جمعيرية قديش مقارنة نعران عشر مليون قدام أربعين مليون مغرب وزوزم غاربة وقدام مية مليون مصري بالحق تحسب حتى بالمات تقول صعيبة تقول صعيبة ما تسورتش وذا هلي غادي الفرحة تولي أكثر ماهدي عايشي بو أنا لحقيقة في البركور حبيت نمس أكثر أنمات موسيقية يعني كان نلاحظوا العبادي يرجعوا للبرنامج وشوفوا البركورة ليوصل الفينال كل بريسك تحصروا في ستيل معين أنا تحطيت في برشة امتحانات بالحق التجربة ماكنش سهلة وكان أنه فم شوية أمل أنه يكون عندي شوية دعم من دول أخرى ونجحت في هذه دايور في نفس الفيديو هذه تصريح الرغبة عليها بعد التتويش قال مهدي عايشي من الأول رهنت عليه وكسبت التحدي والرهان قال نجح في عديد الاختبارات وأقنع كل المدربين قال المدربين لكل فرحه لكن مهدي صحيح لكل فرحه؟ ليه هو بيانسوي بشي يقول لك كل فرحه وملا ريال موم بشي يكون كان هو فرحان هذه يا راي كونكورنس وهذه مسابقة وهذا دي ما كل واحد يحب يشبدو الروحه يحب يكون هو في الصورة يحب يكون هو تحت الضوت يحب يكون هو الفايدة ماهيش من باب الغيرة للمشروعة ماهوش حاجة يعني من باب الغيرة للمشروعة صح منزلت على تواصل مع رغبة عليما؟ أكيد مع تواصل أكيد مش تواصل يعني فعلي يعني تواصل يعني مثلا في الانستجرام كيت وفى بابا عزاني كي في العيد ميلادات ولاده عيد ميلاده وهو زادة فرحته وكتبت له ويجاوب يعني ماهوش يكالي نافخه روحه يقول لك اي قديت بي شوريه بشي على روحه ليه فهم التواصل وإنسان ليه إنسان يعني أبار أنه فنان محبوب في تونس وكل شي إنسانيا إنسان دي في برشة وبالحق جينيغوي برشة الشيء كريم، إمكانية تعامل معه ويردة؟ بطبيعة هو دي جاء فاتح للباب ودايور لغنيت أدحك مع مين كانت باقتراح منه وهو للشركة الإنتاج معناه حتى بعد البرنامج رغب عليه ما مازال موجود ماهدي عايشه ويحب التونسة من قبل لره ويقول لك يعني أول مرة في برنامج هو The Voice يعني أول تجربة ككوتش وربح عن طريق وعد تونسي يعني بالحق أحسن سيناريو كان يجم يتوقعه بالنسبة لي هو وتونسي خان قولوها ما كانش في الانتظارات ولا في الفيزيور حتى على مستوي الإشهار أو الشركة ما ترباحش في السوق تونسي نقاطك دي ما يتظلموا نحنا الفنانين اللي قبلي كل في يسرى محنوش يدغنوش وغيره في برامج المواهب الاكسبسيون اللي عمل مروان علي بالحق عمل الاكسبسيون خطر بالحق عمل بيرفورمونس قوية برشا في الدورة هذيكة اللي كان معاه قتا يظلي ساعد المجرد ساعد المجرد ويسرى محنوش بالحق يعني نوصلوا العين ومنشربوش نظلموا بالفوت نظلموا بالنومبر نظلموا ديموغرافيا نقولوا نحنا اي صحيح بالمتع ديمتي انا حدا في حد ديت اشتركوا في القناة